اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على درجة الحمودة فيها بيفتح البشرة وبيبيضها بيخلصنا من التصبغات وبيشد البشرة وبينظف المسام بيخفف من تجعيد الوجه ومفيد جدا للبشرة الدهنية لانه بيخفف من دهون البشرة اخترت النهاردة استخدم الخل الابيض هحتاج معلقتين منه هنحتاج كمام معانا القهوة سريعة الزوبان القهوة بتساعد في تفتيح البشرة وعلاق حروق الشمس بتزيل الرؤوس السودة وخلايا الجلد الميت القهوة بتهدي اي التهابات في البشرة وبتعالج الهالات السودة في محيط العين هنضيف معلقة من القهوة على الخل بالشكل ده وهنخلطهم مع بعض لحد ما القهوة تدوب تماما الوصفة دي مش بس هتقضي على اسمرار الوجه والرقبة لا دي ممكن تستخدميها على كل المناطق الغمأ في جسمك الركب، الكوع، المناطق الحساسة هتفتح المناطق دي من أول مرة ونتيجتها فورية ان شاء الله هنحتاج كمان نشاة درة النشاة بيخلصنا من البقعة الدكنة لانه بيحتوي على فيتامين A غني بمضادات الأكسادة وفيتامين C اللي بيرتبوا البشرة وبيجددوا خلاياها هنحتاج معلقة من نشاة درة وهنخلطهم كويس جدا مع بعض علشان النشاة يدوب مع القهوة والخل بالشكل ده هنضيف كمان معلقة من اللبن البودرة اللبن بيرطب البشرة وبينضفها هيساعدنا في إزالة الرؤوس السودة وخلايا الجلد الميت كمان بيخفف من حروق الشمس وبيهدي أي تهيج أو إحمرار في البشرة فعال جدا في طبيض البشرة وإزالة البقعة الداكنة ضيفنا معلقة اللبن وهنقلبه كويس جدا مع الخليط هنضيف كمان معلقة من أي معجون أسنان عندك لو بشرتك بتتحسس تقدر تستغني عنه وهنخلطهم كويس مع بعض هنضيف كمان معلقة من البيكنج بودر بيستخدم كمبيض للبشرة وبيوحد لونها وبيزيل البقعة الداكنة وبيرطب البشرة وبيعالج جفاف الكوع والرقبتين بيعالج حب الشباب وحروق الشمس ضيفنا معلقة صغيرة من البيكنج بودر وهخلطه كويس جدا مع باقي المكونات وده التفاعل أو الفوران اللي أنا أعوزاه الفوران ده هو اللي هيقضي على السواد المتراكم على بشرتنا هتطبقيها على بشرة نظيفة ومخصولة تقدر تستخدميها على بشرة الوجه والرقبة أو على أي منطقة أعوزة تفتحيها في جسمك الركب، الكوع أو المناطق الحساسة هتفرديها بالشكل ده على بشرتك وهتسبيها لحد ما تنشف تماما وصفة روعة ياريت كلكم تجربوها هتفور السواد اللي بقاله سنين وهتفتح البشرة من أول مرة هسيبها على بشرتي لحد ما تنشف تماما وهرجع وريكم هنعمل إيه؟ تابعوا معايا لحد الآخر بعد ما نشفت بالشكل ده هنفرقها من على بشرتنا بحركات دائرية لو استخدمتيها للجسم تقدري بعد ما تنشف تستخدمي الليفة المغربية لفرقها من على جسمك هتشوفي التفتيح والنتيجة الفورية وانتي اللي هتحكمي بنفسك من أول مرة تفتيح درقتين وترتيب ونعمل الجلد ولو استخدمتيها مرتين في الإسبوع هتختفي التصبغات والكلف والبقعة الداكنة هتختفي كمان اسمرار الشمس وبشرتك هتبقى أفتح أربع درجات في شهر واحد بعد ما هتفركيها من على بشرتك هتختلي وشك بماية فترة وبعدها ماية بردة وهترطبي بشرتك بأي نوع كريم عندك جربي الوصفة ولو عندكم أي سؤال اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم ولو استفدتي من الفيديو دوت بأي معلومة ياريت لايك وشير علشان غيرك يستفيد ولو لسه مشتركتيش اشتركي في القناة وفعلي الجرز علشان يوصلك إشعار لكل فيديو بنزله وشكرا يا حبيبي على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر